بسم الله الرحمن الرحيم الحالات الحدية سادسا الخصائص الميكانيكية للمواد وأخيرا تبرير المقاطع المعرضة للتحريضات الناظمية نبدأ تاريخيا الخرصانة هي عبارة عن مادة استعملها الإنسان منذ القديم لكن في سنة 1848 شرع في إدخال مادة الحديد في الخرصانة هذه المادة ألا وهي الخرصانة المسلحة أصبحت تستعمل كثيرا في إنجاز الروافد مسبقة الصنع في إنجاز الجسور وكذلك في بنايات أخرى لكن أول من جاءت له فكرة إدخال الحديد في الخرصانة هو لوي جوزيف لومبو حيث قام بإنجاز قارب صغير وهذا القارب لا زال يوجد إلى يومنا هذا في أحد متاحف فرنسا ثانيا طرق الحساب لقد مرت طرق الحساب للخرصانة المسلحة بعدة مراحل أهمها أولا نظرية المرونة أي الإجهادات المسموح بها تانيا نظرية اللدونة أي الحساب في حالة الانهيار كالكيل على ريبتور ثالثا نظرية الاحتمالات أي الحساب في الحالات النهائية كالكيل أوزيطا ليميت مبدأ الخرصانة المسلحة الخرصانة هي عبارة عن مادة مقاومة ونجد في الهياكل عناصر مضغوطة وأخرى مشدودة بما أن الخرصانة مقاومة لإجهادات الإنضغاط وتقريبا معدومة المقاومة بالنسبة لإجهادات الشد جاءت فكرة إضافة الفلات في المناطق المشدودة والمناطق الخاضعة لإجهادات الشد الخرصانة هي عبارة عن المادة الأكثر استعمال في منجزات أو إنشاءات البناء والأشغال العمومية حيث أن لديها مميزات أخرى من بينها أنها تقاوم الحرارة أو تقاوم الحرائق تقاوم كذلك دفع المياه والرطوبة تقاوم الانفجارات ولديها قابلية تشكيل حيث أنها تأخذ شكل القالب الذي وضعت فيه ومنه نستطيع إنجاز أشكال معقدة وكذلك تستعمل في إنجاز عناصر مسبقة الصنع في ورشات ثم تنقل وتوضع في المكان المخصص لها في البناء رابعا تطور قواعد الخرصانة لمدة تقريبا قرن كان حساب الخرصانة يتم بالإجهادات المسموح بها وآخر القواعد المستعملة في هذا الإطار هي السيسي بياء 68 معدل في سنة 1970 أما حاليا ومع تطور مفهوم الأمان والتحكم في تكنولوجية إنجاز المواد وظهور برمجيات في تنفيذ الحسابات أصبح تستعمل نظرية الاحتمالات وهو مبدأ حساب الخرصانة في الحالات النهائية لبيرال لماذا الحساب بالبيرال؟ تم التطرق إلى الحساب بالبيرال وهذا لوجود عدة نقائص بالنسبة لطريقة الإجهادات المسموح بها ومنها الأفعال القصوى غير معروفة وغير متوقعة قيمة إجهاد انهيار المادة F غير معرف جيدا الشرط الوحيد لسيجما أقل ويساوي سيجما أدمي سيب لا يؤخذ بعين اعتبار إمكانية لدونة المقطع المحرض بعد تجاوز حد المرونة المتراجحة سيجما أقل ويساوي سيجما أدمي سيب بصفة عامة غير كافية لتحديد أمان المبنى أي هيكل المبنى بالنسبة لارتفاع مفاجئ لحمولات المطبقة النظرية الاحتمالية حاول المهندسون حل مشكلة الطريقة الأولى وذلك بتعريف الأمان كحد احتمالي غير أن صعوبات الطريقة الاحتمالية هذه كثيرة ومن بينها أولا يجب قبل كل شيء تحديد احتمال الانهيار المرغوب فيه وتطوره مع الزمن ثانيا يجب القيام بإحصاء شامل لكل العوامل الكيفية لعدم الأمان وهذا الإحصاء صعب التحقيق والتحديد ومن بين الصعوبات نذكر القيم التقريبية في قيم مقاومة المواد القيم التقريبية في أبعاد المنشآت القيم التقريبية في قيم التحريضات والإجهادات المحسوبة وذلك للمقاربة المتفق عليها في الحساب وعواقب الأخطاء فكل هذه الأسباب جعلت الطريقة الاحتمالية غير قابلة لاستعمال في حساب ومراقبة الإنشآت ومن ثم جاءت فكرة الطريقة الشبه احتمالية ومبدأها أولا الأخذ بعين الاعتبار القيم المميزة للأفعال ثانيا الأخذ بعين الاعتبار القيم المميزة للمقاومات الميكانيكية للمواد المستعملة ثالثا تغطية العوامل الكيفية السلبية الغير معخودة بعين الاعتبار فيما سبق بمعاملات زيادة ومعاملات نقص المطبقة على الأفعال رابعا انطلاقا من الأفعال المبالغ فيها تحسب التحريضات في مختلف العناصر والمقاطع خامسا الحالات الحدية تعريف الحالات الحدية الحالة النهائية هي الحالة التي يكون فيها الهيكل أو عنصر منه لا يقوم بالدور الذي أنجز من أجله وهي نوعان الحالات الحدية القصوى لألو الحالات الحدية للتشغيل لألس الحالات الحدية القصوى لألو وتتمثل في فقدان التوازن الاستاتيكي أي الانقلاب استقرار الشكل الانبعاج المقاومة الانهيار وكل هذه الحالات تؤدي إلى انهيار المنشأة الحالات الحدية للتشغيل لألس بعدها لا تكون المنشأة قادرة على الاستعمال الجيد والتشغيل والديمومة وتتمثل في الحالات النهائية للتشققات وأيضا في الحالات النهائية للتشوهات تعريف نعرف التأثيرات هي عبارة عن مجموعة الحمولات المطبقة على هيكل بناية أو منشأ والتي تؤدي إلى تشويهه مثل الحمولات الداتية حمولات الاستغلال الحمولات الطبيعية مثل الزلزال الرياح الثلوج إلى آخره التحرضات هي الجهود الناتجة عن التأثيرات في كل نقطة من الهيكل وفي كل مقطع لعنصر من الهيكل وهي معرفة بقوى أو جهود ناظمية أو قاطعة أو عزوم إنحناء أو التواء حساب التحريضات أولا الحالات الحدية للتشغيل لألس التحريضات في هذه الحالة تكون مساوية إلى ج زائد ك ثانيا الحالات الحدية النهائية لألس التحريضات تكون مساوية إلى 1.35 ج زائد 1.5 ك حيث ج يمثل الحمولات الدائمة أما ك فيمثل الحمولات المتغيرة أو حمولات الاستغلال خصائص المواد تعريف الخرصانة خرصانة هي عبارة عن مادة مكونة من خليط من مواد حصوية ماء زائد حصا وعجينة رابطة هذه العجينة تتكون من إسمنت زائد ماء بمقادير مدروسة مقاومة الخرصانة للإنضغاط هذه المقاومة لها علاقة بعمر الخرصانة أي تصل حدها الأعظمي إلى 28 يوم أي أف سي فانتويت أما إذا كان عمر الخرصانة أقل من 28 يوم فهنا مقاومة الخرصانة للإنضغاط تصبح أف سي جي في هذه الحالة أف سي جي تكون مساوية إلى أف سي فانتويت مضروبة في جي تقسيم 4.6 زائد 0.83 جي في حالة أف سي فانتويت أقل من 40 ميجا باسكال أما إذا كان أف سي فانتويت أكبر من 40 ميجا باسكال فإن أف سي جي يكون مساويا إلى أف سي فانتويت مضروب في جي تقسيم 1.4 زائد 0.95 جي أما في حالة جي أكبر من 28 يوم فهنا أفسي جي يكون مساويا إلى أفسي فانتويت مقاومة الخرصانة للشد معرفة بالعلاقة التالية أفتي جي يساوي إلى 0.6 زائد 0.06 أفسي فانتويت لما تكون أفسي فانتويت أقل من 60 ميجا باسكار هذه الصور تمثل تجارب على الخرصانة حيث أن هناك بعض القوالب توضع فيها عينات من الخرصانة هذه القوالب أبعادها أي قطرها يكون مساويا إلى 16 سنتيمتر وارتفاعها 32 سنتيمتر حيث تأخذ مجموعة من العينات ثم توضع تحت فكي الضاغطة وهنا نطبق قوى تتزايد مع الوقت إلى أن تتحطم الخرصانة وهنا تصل الخرصانة حدها الأعظمي ألا وهو أفسي فانتويت مقاومة الخرصانة للشد معرفة بالعلاقة أفتي جي تساوي إلى 0.6 زائد 0.06 أفسي فانتويت في حالة أفسي فانتويت أقل من 60 ميجا باسكار هناك بعض الصور تمثل مجموعة تجارب التي نقوم بها من أجل معرفة مقاومة الخرصانة للشد منها تجربة الشد للإنحناء تجربة الشد المباشر والتجربة البرازيلية للشد هذه الصورة تمثل تجربة الإنحناء تلاحظون رافضة مسلط عليها قوة في وسط الرافضة في هذه الحالة نستطيع حساب مقاومة الخرصانة للشد مقاومات الخاصة للخرصانة إليكم هذا الجدول يمثل بعض القيم التي لها علاقة مع صنف الإسمنت وشروط إنجاز الإسمنت كذلك مثال F7-8 يساوي 16 ميجا باسكار F7-8 1.56 ميجا باسكار مراقبة ذاتية المحروصة 300 كيلوغرام على المتر مكعب هناك حالات يجب تبريرها بدراسة ملائمة ننتقل الآن إلى تطبيق حول كيفية حساب مقاومة الخرصانة للإنضغاط وكذلك للشد نص التطبيق هو أحسب مقاومة الخرصانة للإنضغاط والشد في الحالات التالية بعد 7 أيام وبعد كذلك 14 يوم وفي الأخير بعد 35 يوم علما أن مقاومة الخرصانة للإنضغاط في عمر 28 يوم F7-8 يساوي 27 ميجا باسكار الحل بما أن قيمة مقاومة الخرصانة للإنضغاط في أو بعد 28 يوم هي 27 ميجا باسكار فإن Fc-G يكون مساويا إلى Fc-Ventuit مضروف G تقسيم 4.76 زائد 0.83 G أما Ft-G فيساوي إلى 0.6 زائد 0.06 Fc-Ventuit هذا الجدول يمثل القيم الخاصة بمقاومة الخرصانة للإنضغاط والجدول الثاني يمثل مقاومة الخرصانة للشد نأخذ الحالة الأولى في حالة G يساوي 7 أيام قيمة Fc-7 تكون مساويا إلى 17.88 ميجا باسكار أما في حال G يساوي 14 يوم فإن Fc-14 يكون مساويا إلى 25.64 ميجا باسكار في حالة G يساوي 35 هنا قلنا بأن لما يكون عمر الخرصانة أكبر من 28 يوم فإن Fc-G يكون مساويا إلى Fc-Ventuit بما أن Fc-Ventuit يساوي 30 ميجا باسكار إذن Fc-35 يكون مساويا إلى 30 ميجا باسكار الجدول الثاني يمثل حساب Ft-G في حالة G يساوي 7 أيام فإن Ft-7 يكون مساويا إلى 2.22 ميجا باسكار في حالة G يساوي 14 يوم Ft-14 يكون مساويا إلى 2.4 وفي حالة G يساوي 35 يوم فإن Ft-35 مساويا إلى 2.4 ميجا باسكار الفولاد إليكم مجموعة من الصور تمثل مادة الفولاد المستعملة في الخرصانة وهناك صورة كذلك تمثل تجربة الشد على عينة أو مخبرة من الفولاد الجدول هذا يمثل قيم معامل المرونة الطولي للفولاد حيث ES يساوي إلى 200 ألف ميجا باسكار والفولاد لديه خصائص نوع الفولاد حد المرونة معامل الأمان معامل التشقق وكذلك أنواع الأقطار والفولاد نوعان قطبان ملساء وأخرى ذات تلاحم عالي تبرير المقاطع المعرضة للتحريضات الناظمية حالة الحد الأخير للمقاومة التحريضات المسموح بها يجب أن لا تتجاوز التحريضات النهائية الأخيرة الحالة الحدية النهائية للمقاومة بعض فرضيات الحساب أولا المقاطع المستقيمة تبقى مستقيمة بعد التشوه ثانيا لا يوجد انزلاق نسبي بين القطبان والخرصانة ثالثا مقاومة الخرصانة للشد مهملة بسبب التشققات مخطط إجهادات تشوهات الخرصانة يكون على شكل قطع مكافع ومستطيل مخطط إجهادات تشوهات للفولاد يكون على شكل مستقيم مستقيم الأماكن الممكنة لمخطط التشوهات لمقطع يمر على الأقل بواحد من المحاور الثلاثة A, B, C الفولاد والخرصانة تعتبران مادتان مرنتان طوليا ويهمل الإنكماش والتشوه البطيء للخرصانة ثامنا باتفاق النسبة بين معامل المرونة الطولي للفولاد والخرصانة أو معامل التكافع يكون مساويا إلى أن يساوي 15 لا ننقص مساحة الفولاد من مساحة الخرصانة المضغوطة مخطط إجهادات تشوهات للخرصانة قلت يكون على شكل قطع مكافع ومستطيل في حالة التشوه النسبي للخرصانة المضغوطة عندما يكون محصور بين 2 بالألف و 3.5 بالألف هنا سيجما بي سي يكون مساويا إلى F بي سي حيث F بي سي يكون مساويا إلى 0.85 مضروب في F C G تقسيم تيطا مضروب في غاما بي حيث في الحالة العادية غاما بي يكون مساويا إلى 1.5 أما في الحالات أو الحالة الاستثنائية فإن غاما بي يكون مساويا إلى 1.15 أما بالنسبة تيطا وهو معامل مدة التحميل تيطا يكون مساويا إلى 1 لما تكون مدة التحميل أكبر من 24 ساعة أما تيطا فيكون مساويا إلى 0.9 لما تكون مدة التحميل بين ساعة و 24 ساعة أما تيطا يكون مساويا إلى 0.85 عندما تكون مدة التحميل أقل من 24 ساعة في حالة القطع المكافئ هنا التشوه النسبي للخرصانة في حالة الانضغاط يكون محصور بين 0 و 2 بالألف سيجما بيسي يكون مساوي للسفر فاصل خمسة وعشرين مضروب في F بيسي مضروب في عشرة قوة ثلاثة مضروب في إبسيلون بيسي كلها مضروبة في ربعة ناقص عشرة قوة ثلاثة إبسيلون بيسي مخطط إجهادات تشوهات الخراصانة قلت على شكل قطع مكافع ومستطيل نستطيع أن نأخذ مستطيل مبسط عندما يكون المقطع غير مضغوط كليا مخطط إجهادات تشوهات للفلاد يكون على شكل مستقيم مستقيم حيث في الحالة العادية غاما أس يكون مساوي 1.11 وفي الحالة الاستثنائية غاما أس يساوي 1 لما يكون أس يساوي 200 ألف ميجا باسكال فإن إبسيلون أس أس يكون مساوي إلى أث أ على غاما أس لكل تقسيم أس إبسيلون أس أقل أو يساوي إبسيلون أس أ سيجما أس تساوي إلى إبسيلون أس مضروب في أس أما عندما يكون تشوه النسبة للحديد محصور بين إبسيلون أس أ وعشرة بالألف فإن سيجما أس يكون مساويا إلى أف أ على غاما أس تحليل مخطط حد التشوهات لمقطع الأماكن الممكنة لمخطط التشوهات لمقطع يمر على الأقل بواحد من المحاور الثلاثة ABC سوف نتطرق إلى هذا العنصر في درسنا المقبل إن شاء الله إلى ذلك من الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر